انتي امت قررت ان انتي انا هقول لها رائي انا مش هسكت واقول لها رائي ايه اللي خلاكي تنفجري فوشها بالشكل ده هقول لحضرتك انا زي عرب كتر ومش بس عرب بصراحة بس يعني انا حب اقول عرب عشان يعني في الفترة دي احنا نحب نتحد نحب بحيث ان احنا حتى نستخدم مصطلحاتنا احنا ما نحتاجش مصطلحاتهم هما يعني انتي تسميها حارة ده حاجة مستفزة جدا ما هيش حارة هما اللي فين زي بعض لأ طب ما هيش حارة فهي حاجة تفزيزية جدا من الالف اللياء فانا كنت مستفزة وكنت زي عرب كتير ودلوقتي بسبب التواصل في سريع مباش زي زمان انتي مش بتعملي حاجة فكل واحد قاعد على الصفحة بتاعته او ما علينا قاعد بيتخرم حناف فما حدش عارف بجد وكلنا مأهورين وهو الاعلام بتاعهم يحب يوديك ان احنا مش كلنا اوي هنمتعالين ومش كلنا اوي متحدين الفلسطين وان الفلسطينين محتاجين ارضهم وان القضية الفلسطينية مهمة ان هي تتحل لان هما ما همش هيدخولوا فينا مش بس عشان ان هما يدخولوا فينا تبعناها القضية بتاعتهم من سهس والنصوائي اللي عمدت في ارضك بس عشان كمان هما نفسهم مش عايدين يتيبوا ارضهم